قبل برضو ما اتكلم على ماتش النهاردة اتكلم على حاجة تانية برضو بتعملها بعض المواقع اللي بتنتمي للنادي ده احنا بقالنا بالضبط داخلين في تاني شهر هو خلاص بعد عن المنافسة والنادي الاهلي الحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله السنة دي الحمد لله الحمد لله مسيرة ولا اروع ولا اروع في جميع المسابقات فهمش عارف يجيبك في الملعب ومش عارف ينفس خلاص وهطلع براه من نفسه نهائي من فترة وبيحارب دلوقتي على ان يكون له دور فيه الكونفدرالية فهو لازم يعمل تشتيت فيقولك كل يوم كل يوم تلاقي ايه اتنين تلاتة لعيبة النادي الاهلي بيكلمهم والله يبقى لنا يمكن داخلين في تاني شهر لو عدينا عدد اللعيبة وانا يمكن انا قلت الكلام ده استوديو اللي فات سريعا بس لو عدينا عدد اللعيبة اللي جاي النادي الاهلي اللي النادي الاهلي فوضها ده على كلام الجماعة اللي بيقولوا كده احنا معددين العشرين تلاتين لعيب واحنا اصلا الحمد لله رب العالمين واخدين كل البطولات السنة دي ما عندناش مشاكل الامور مستقرة طب واللعيبة اللي عندنا هنوديها فيه وبعدين تشوف بعد كده النادي الاهلي جاب حد من برا لا طب مستني لحد ما البطولة تنتهي طب كلم الناس دي فين طب كلمهم رحلهم ازاي ومين الاسماء اللي هم بيقولوها دي ده جابوا اسماء من جميع عنديت الدول النادي الاهلي بيفوضها وصلوا لتركيا وصلوا للسعودية وصلوا مش عارف افريقيا حتى افريقيا ما سلامتش طب احنا لو جيبنا اللعيبة دي كلها يبقى اللعيبة اللي عندنا دي هتمشي ده مقصود منه ايه إصارة وبلبلة عايز يعمل لك مشاكل جوة الفرقة وخلاص ما انا لو لعيب واسمع كل يومه التاني ان فيه واحد النادي الاهلي بيفوضوا بس لعيبة النادي الاهلي وعي جدا 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 وجمهور النادي الاهلي وعي جدا 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 ومهما تعمله احنا لينا سكة ماشيين فيها ركزوا انتوا في ناديكم ركزوا في ناديكم يمكن يمكن ولو ان ده استحالة طبعا في يوم الايام تتعلموا حاجة من النادي الاهلي مش هتتعلموا